بمناسبة الكلام اللي تقلم بارح كمان عايزين نروح بحضراتكم لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيز اللي اتكلم عن فرحته بالجمهور اللي كان قاعد بيشجع حتى الثواني الأخيرة من لقاء الأمس وقال ان الأداء لا يرضي الجماهير في كل المباريات ولكن ميستر كولر بيعمل على تصحيح ده بشكل كبير قال كمان علينا أن نكون أكثر شراسة في المباريات المقبلة لكي ننافس على كل البطولات تعالوا نسمع جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيز ونرجع نكمل نتفضل يعني الحمد لله طبعا يعني هي مغراف هي تفاوت شديد جدا بداية كانت كويسة ضايعنا فرص سهلة وبعدين كنا ربنا كرمنا بأحمد عبدالقادر وبعدين تعادلنا بعدها بست دقايق على طول وبعدين يتحول للأداء شوية وده في القرى ممكن يبقى مش عايزه الوارد لكن في النهاية بتحصل يعني شود تاني كان فيه استعجال فيه عايز تجيب الجول على طول الحمد لله على كل شيء وأحسن حاجة في المباراة النهاردة هي المكسب يعني يعني كل مباراة أو كل تدريب قبل المباراة ده ما بقى فيه محاضرات لحضرتك ومحاضرات لمستر كولر بتتكلموا عن لعبين عن أهمية كل مباراة يعني يعني إيه أبرز ملامح الكلام بتتكلموا عن في العيبة أو اللي ظهر وشايفين يعني ناتيكتو في الملعب كل مرشا يعني بصحوة في النهاية يعني انت في الفترة اللي زي كده والمباراة اللي مضغوطة بتبقى تعد المباراة بحلوها بمراها بمباراة فيوتشر كانت مباراة برضو في المتناول جدا وضيعنا بين التفيدي تقريبا في آخر خمس ست دائم الوقت بدل الضيع وبعدين النهاردة منكسب في الوقت بدل الضيع هي دي كورة يعني انت بتلعب بأربعة وثلاثين مباراة فيها كل الظروف اللي ممكن تحصل يعني فانسى يعني كل مباراة بتخلصها بتاخد منها شوية تعبر وشوية أسباب وشوية حاجات تساعدك في اللي جاي لكن لازم تقفل الصفحة يعني انت لعب تم المباراة دلوقتي كسبنا سبعة وتعدلنا مباراة اعتقد انها حاجة كويسة في بعض الأوقات الأداء ما بيعجبش برضو برضو ده نتكلم فيها وعند الراجل يعني لكن في النهاية الإجمال كويس عندنا ستة وعشرين أسبوع للصفاضلين يعني مباراة كتيرة أقفلها يعني أقفل اللي بيعدي يعني الحاجة التانية يعني عايزة أقول برضو يعني الصوت لازم يبقى موجود صوت المباراة وصوت الحماس وصوت الدوافع اللي تبقى موجودة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاي يمكن حتى على المستوى الإعلامي فيه رجوع شديد قوي مش عايفت لي يعني حتى في الأمور اللي هي ممكن تبقى أمور تدعو للحيرة والتساؤلات الشديدة جدا حتى على المستوى كاس العالم الأندية اللي احنا بنتكلم فيها اللي انت مفروض ما تشغلش بلك بها أول لأنها لسه فترة طويلة انت بتدي مساحة أو الناس بتدي مساحة لناس تتكلم في أحقياتها في المشاركة وهم عارفين الليحة والنظام يعني انت بتكلم على مشاركة في كاس العالم الأندية يعني انت هتشارك بناء على بمزاجك ولا فرد رداع ولا هو ده نظام زي مثلا يعني في أفريقيا الأول والتاني بيروح مثلا يعني وممكن تاني ياخدوا البطولة ممكن تمام ده نظام نفس الكلام يعني لكن للأسف احنا هنا يعني ممكن الكلام ده يزعى الناس يعني لكن هو ده الحقيقة انت بتدي مساحة كبيرة جدا لإعلام الناس من الرجاء اتكلموا يعني مع احترام الكامل في النادي الرجاء في المغرب لكن بيتكلموا في حاجة فقا حقاية وانصوص ولا وايح يعني في حالي انت بسل حتى يوم ملعبنا الوداد في المغرب هاتلي قناة واحدة ولا برنامج تلفزيوني في المغرب استضاف حد من الأهل يدي ورأيه ولا يقول وجهة نظره لكن احنا هنا في الإعلام المصري والمنظومة الإعلامية في مصر لا بنتدي مساحة تانية ونتكلم في حاجة خلصان يعني أنا عارف ان ان ممكن تبقى فيه فيه رأي ورأي آخر زي ما بيقولوا يعني لكن مش في كل الحالات يعني تبتدي مساحة سلبية جدا 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 ومش في وقتها ولا في مكانتها وخصوصا لو مرتبطة بنص يعني خلينا نقفل الصفحة بس بتاعت الدوري عندنا مبارات سموحة والمشور لسه طويل جدا ممكن يبقى في شهر يناير اللي جاي نبقى أقوى إن شاء الله لأنها أكيد هيبقى فيه تدعمات وتدعمات كويسة مع الناس اللي موجودة يعني لكن لازم نظهر بصورة أحسن من كده وأفضل من كده وأقوى من كده وأشرص من كده ابتداء من يناير اللي جاي بإذن الله لازم يبقى عندنا يعني فعالية أكبر من كده من خلال تدعمات ومن خلال اللعب اللي موجودة أكيدا جمهور الأهلي اللي ورقه في كل مباراة ودائما مؤمن بيكون وقد حقار فوز حتى في آخر دية تقوله إيه يعني جمهور الأهلي مش محتاج توصية ومحتاج نصايح هو عارف طريقه كويس أو عارف قوته واللي عايز أقوله برضو ما فيش حد صاحب النادي يعني في حد لا مدير فني صاحب النادي ولا مدير كرة صاحب النادي ولا مسؤول صاحب النادي ولا العيب صاحب النادي ما فيش حد صاحب النادي الجمهور الجمهور هو قوة النادي قوة النادي في جمهوره لكن اللي صاحب النادي هو مبادئه هو أسسه هو نظامه هو دل صاحب النادي لكن ما فيش حد على وجه الأرض لا جه ولا هيجي هيبقى صاحب النادي كل واحد يتبع نظام معين كل واحد يأتي فترته ويأديها كويس نقوله شكرا مع السلامة وكل واحد وكله بمقابلة حبيبي يعني بما فيهم العبد الله اللي هو في قدامك كله بيأخد كله بيأخد المقابل ده سواء كان مالي أو أدبي أو اجتماعي كله فصاحب النادي هو نظامه ومبادئه أسسه هو ده اللي صاحب النادي أنا مش عايز أتكلم كتير في الماتشاط لأنها كل يوم أنت بتشوف لون مختلف النهاردة ممكن تشوف مبارة رائعة جداً بكرة ممكن تشوف مبارة تانية خالص اللي بعدها وتشوف مبارة تالتة خالص وهكذا اللي بيعجبني بقى في صحاتك سعيد عبد الحفيظ هنتكلم أن دايماً بيدافع عن النادي الأهلي وبشراصة يعني لا يسمح لأحد أن هو يغلط في النادي الأهلي تصريحاته دايماً بتكون لو في أي حد تخطى حدوده مع النادي الأهلي بيرد بس بيرد بالأدب بالكيان بالتربية بتاعت كيان النادي الأهلي عمرنا ما بنغلط في حد بنفس الأسلوب عمرنا ما بنلجأ لي يعني أن احنا نزود في الكلام الرد دايماً بيبقى زي ما بيتقال كده ده بصراحة اللي بيعملوا كل مرة كابتن سايد عبد الحفيظ وعجبني برضو هنا ليه منطقة حفيظ يعني عادي ده اسم لا بس برضو بتدي رونقاً رونقاً الله جاب فشوكو العالي سروح تخد على كده على فكرة الله غصب عني بس أكيد في الحقيقة مش حقيقة كابتن سايد عبد الحفيظ يعني هتبقى صعبة بس اللي عايزة أقوله برضو اللي عجبني في تصريحات كابتن سايد أنهو تحدث عن الشق الخاص أن النادي بيحمي أولاده لكن على الشق الآخر بقى أن برضو اللعيبة لازم تبقى مدركة أن هي بتنتمي لهذا الكيان ولازم أن هي تتعامل في الإطار اللي يليق بهذا الكيان وتفهم أن ما فيش حد كبير عن هذا الكيان آه إحنا كلنا أولاد النادي الأهلي لكن اللي بيغلط بيتحاسب مهما كان مين اللي بيأثر بيتحاسب مهما كان عامل إيه وتاريخه إيه مع النادي الأهلي ما عندناش حاجة اسمها أصل ما عليش أصل ده إدى كتير للنادي أصل لا لا اللي بيغلط بيتحاسب زي ما بياخد حقه زي ما هيبقى عليه الغلط وهيتحاسب لو فيه أي تقصير تم فدي نقطة كمان حلوة أنك بتنسيت كان بيأكد عليها طبعا وكمان تفصيلة أنه ما فيش حد صاحب النادي يعني الجملة دي جملة بليغة جدا وعقرية جدا وعلى فكرة تتصخ وتتماشى تماما مع المقولة الشهيرة اللي طبعا كلنا كأهلوية مقتنعين بيها ومؤمنين بيها مش مجرد من رددها والسلام فكرة أن الأهلي فوق الجميع ما هو الجميع ده اللي هو مين اللي هو حتى اللعيبة بالمناسبة الأهلي ككيان الأهلي كتاريخ احنا بنتكلم على منظومة متكملة الأركان ما فيش مساحة أن أي حد نتيجة سوء سلوك أو سوء تصرف أو حتى في بعض الأحيان تصريح لا يعليق ولا يتماشى معه كيان النادي الأهلي بيبقى فيه سرعة رد فعله بيبقى فيه يعني تعنيف شديد جدا وكابتن سيد دايما الحقيقة بيكلم من قلبه وبنرف شديد وبصفة خاصة لما بيكون فيه أي لغة أو فيه أي كلام مش مظبوط بيتقال على اللعبة النادي الأهلي أو على الكيان ككل فطبعا تحية كبيرة كابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقة